كلكم طبعا خريجين الكويت جامعة الكويت كيلو صح؟ دبلوم يعني تطبيقي؟ بس أخذتوا مادة الإنجليزي مو الإنجليزي القانوني الإنجليزي البحث ما أعطوكم المصطلحات القانونية الإنجليزية التي تحتاجونها في يومكم أعطوكم يوم كاملة حلو، تركيب جمل كاملة فهم عقود الإنجليزية ما شكل هذا؟ اليوم أنتو كمساعدين محامين أنا كمكتب محاما أبيك أنت تقدم لي عرض أبيك تعرض على الشركة تعرض على مكتب محاما خارجي أنا اليوم أبي أسوي شراكة مع مكتب بريطاني هل أحد منكم يقدر يصيغ لي عقد؟ أو مو يصيغ لي عقد؟ يراجع لي عقد؟ أبي عقد المحاما التبادل المشترك يسمونه أنني أستلم قضايا بريطانية وهو يستلم قضايا كويتية في بريطانيا أحد يقدر راجع على العقد هذا؟ ما أعطوكم مراجعة تقدرون تقرونه تفهمونه؟ يمكن تلخصونه إذا حاولتوا تلخصونه لكن اليوم أنا كمكتب محاما ما أحتاجك أن تلخص لي أنا أقدر أقرأ العقد أنا أحتاجك أن ترد عليه أنا أبي أنا من قوي يعرض علي عرض أنا أبيك تعرض علي عرض آخر أنا ما أرضه بكل بنودة يمكن بنودة تسيء كل مكتبي تحد على مكتبي من عقوبات جزائية وإلى آخره الله أفتحوا اليوم مكاتب محاما كلها قاعد تطور ماكو مكتب قاعد أشخاص أفراد وحتى الأشخاص الأفراد في يونكم أجانب وائد مكاتب ينحشون موكلين لأنه ما يفهم لغته ولا هم يستعدي بمترجم عشان يقعد بينه وبين الموكل ويدفعله بالساعة مثل ما قال الأستاذ حمود أنه صج ساعة الأجنبي أغلى أنا اليوم واحد يطلب مني عقد عربي سعر ثابت سعر ثابت 100 200 300 أين كان على أدت الصفحات لكن العقد الأجنبي ما عاملة سعر ثابت عاملة في الساعات اللي أنا حطيتها في العقد الساعة خنقول 160 العقد خذاله أربع ست ساعات مبلغ على عقد واحد أما العقد العربي بكلف 200 300 ما يفيد نهائيا وأصلا العقد العربي فورما موجود تلاقونا بجوجل المواقع الفلاشات يبيعون فورمات غير الاسم وروح فهذا الأهم شيء الحين عندكم أنكم تفهمون ويمكن تراجعون عقد مثل ما قال ترى مو بس شرط مكاتب مهامة باتشن بديش بنك مو لازم تقرأ إيميلات إيميل داخلي ما أقول لك أنت بتعامل دولي إيميل داخلي الميمو راح يكون بالإنجليزي ماذا ترد عليه؟ ما أعلموكم ماذا تردون تكوين جملة قانونية مو الإنجليزي العادي تكوين جملة قانونية أكو أحد يقدر يكون جملة ويضع نقطار في السطر؟ نحتاج لأننا فيه وايد مكاتب ما عندهم هالخاصية فقط مركزين على الأفراد إنه فرد أسرة جنائي خلص أنا متوكل لا أسرة جنائي ترى ما لا يوكل مثل ما قال ترى أنتم بتحضرون محاكم بتحضرون إيجارات بتحضرون جزئي اللي هي كل مطالبات تحت الألف اللي هي الغضايا الصغيرة أي مطالبة تحت الألف انتم ترون تحضرون ولازم يكون فيك رزمة جدام غاضي ما يصير أنا اليوم أدش على القاضي متوتر يسألني سؤالا ما أعرف أرد لأن أنا مناب يسألني مثلا شنو أصل المطالبة مناب لا مهما راح يمشي مناب أنت حاضر جدامي لهين أصل المطابة تفضل تكون قارين ملف فيه ملفات كثيرة بالأجنبي مثلا عقود أريدو نحن ماسكين تحصيل بشركات كثيرة كل عقودها بالتحصيل الأجنبية وحتى عروضها من أنا أروح عرض حق الشركة لازم تكون بالأجنبي ليش؟ لأنك تلاقي الشركة الأم مو في دبي أو مو في قطر الشركة الأم تلاقينها في أمريكا أو بريطانيا لازم ييبون موافقة فالشركة مو راضية الترجم تبيك أنت الترجم وتعطيها العرض مترجم خالص خلنشوف بس هذا البوربوينت جاهز باراليقل باراليقل موجود في كل أنحاء العالم في بريطانيا تلاقي الباراليقل في أمريكا تلاقي الباراليقل بس بأمريكا شغلة غير بأمريكا وبريطانيا ما ينزل محاكم لأنه ما لصفة فشغلة في أمريكا وبريطانيا يراجع لك مواد قانونية مكتبي بحث يراجع لك مواد قانونية يراجع لك عقود أعطيه عقد الصبح الظهر ألاقي ريفيو على مكتبي جاهز أوه كاتبة لأنه باراليقل مساعدي أنا أعطيه شيء يخلصه يعطينيها في أمور ترى الباراليقل يخلصونهم فوق المحامي في محامي ما عنده وقت يخلص ولا عنده يمكن المقدرة أن يخلص في محامي ما عندهم اللغة هذي فتلاقي الباراليقل يديش عنده يسانده باللغة يسانده بعض الجمل يخلص مع الموكل القانون هالمصطلح تعرفونه الدستور دستور عرفينه شنو أصول القانون في الكويت من وين يطلع منبع القانون دستور غير ذلك تشريع غيره العرف اللي هو الأحكام الغضائية ما في عرف قانون يطلع الزين السلطة التشريعية شنو ما سماها إذا أنا بقول اليوم أنا أحتاج بارلمنت لا السلطة التشريعية أبي تشريع بارلمنت هذا المجلس نفسه مجلس نفسه اسمه بارلمنت نحن حرم الحكومة النحو مجلس نفسه في قضاء الدستور مجلس نفسه ممنو؟ الصوت واطي صديت المحامي؟ أنا أي وحدي الدستور أول شيء الرحلة معروف البسبب والتشريع بارلمنت كلها ما لدي مشكلة فانت بتدخل نفسك بإحراجات يوم انك تناقش واحد تقول له التشريع تقول له بارلمنت ما رح تركب الجملة انت مقتطفات اوكي فاهمين المعنى ولكن حطها بجملة ما رح تشتغل للكلمة اللي اقبط العمرك احكام قضائية اللي هو انت تقول العرف لكن جديش الرولينج الاحكام تقدر تسميها فردكت وتقدر تسميها رولينج الاحكام القضائية معظمها نستعملها في المكاتب بالقوانين نستعملها في اول درجة نصوص المواد و الى اخره لكن لا يتبقى استئنس بالاستئناف او بالتمييز احكام غضائية عشان اقنع الهيئة ان انتوا حاكمين ابتلي من قبل وهذه نفس القصة حكموليها افتري انواع القانون السيفلو القانون المدني هذا اللي انتوا بتشوفيه اللي هو المطالبات والاجارات هذا كلها سيفل وحتى قرارات الدين ما تحت الالف و جزئي الى اخره ابي احد يركب لي سيفلو بجملة جملة كاملة مو اي نو سيفلو هذي معروفة جملة كاملة من يقدر دارسين مادة الانجليزي القانوني اللي فيها مصطلحات اعطوني يبقى جملة مركبة صغيرة اربع كلمات خمس كلمات اللي يقول ياخر الف منك الجيب واحد محد ايه اللو غلط جاوب غلط ما رح نقص دلاجات فيه دلاجات بل جاوري لا ماذا خلاص؟ لماذا خايفين؟ جاوب غلط محد 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 ألف نغير سيفلو مع ان هذا اكثر شي انتم تستعملونه قانون مدني قانون مدني اي مطالبة مدنية يختص اعطني جملة ترجمها لك مثلا فيه بروسايس فيه انستيغيتس فيه امئة الف كلمة ايه فعلى حسب الجملة انت تحط الكلمة الصح لانا فيه كلمة لا اكثر من معنى باراليجل هذا انتو الحين تقنون تحطون بالبايو باراليجل تقلت باراليجل يختص بالسبل له انا بيقول شي مفيد اطني سبت رح يجعبوه من بعد كلمة ديش دوغل ترانسليت اي بتعلمون ترى حتى جوجل ترانسليت انا بتايفوني جوجل ترانسليت ترى مع اني انا عرف انجليزي ثاني صفحة اول شي جوجل ترانسليت لانا فيه هم انا اللي دارس انجليزي من اولى روضي فيه كلمات انا مو احتاج ترجمتها احتاج بديل احلى في العقد ما يصير اكتب عقد بيسيك عقد كلمات عادية بحت ابي اعجب اللي يقرأ ابي اعطيك كلمة اصعب من اللي هم اعتاد عليها رفته علي بس حلوة الجملة اوكي قال ان الـ 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 اللي اغلب ما يستعملون هو القانون المدني القانون التجاري هم رح تستعملونا لكن في العقود مو بالمحكمة القانون التجاري اليوم نما اعطيك عقد اقول لك راجع لي هل هو مطابق القوانين الكويتية انا عقد اجنبي اذا تضارب القانون العقد اللي انا بستعمله في المحكمة مع القانون الكويتي اي قانون رح يطبق انا ابي كنت تكتشف انا ادري ابي كنت تكتشف مرات في بند يلغي القانون الكويتي ينغي استعمال القانون الكويتي في هذا العقد والعقد هذا مثلا ما يرفع الا في محاكم دبي او محاكم بريطانيا اغلب المكاتب تسويها اغلب الشركات اللي تتعاقد مع مكاتب تسويها عشان تلعب على ملعبها لانه يتدري انت مختص بالقانون الكويتي ومحاكم الكويت كلها عندك وانت ممارس فيها يحطلك ان العقد هذا اذا اثار فيه خلاف محاكم دبي مثلا هل انت بتخليني اوافق على هالعقد ولا بتعلملي عليه وتقول لي ترى هالبند هذا راح يحرجك هذا تحتاجونه غير نوع ثاني قانون العمالي هم راح تقدرون تيبون قضايا عمالية قانون العمالي اسهل شي قانون كذا بند بس تلتزم فيهم مدة الى اخره معظم العمالي راح يونكم انجليز من الجالية الهندية من الجالية الفلبينية شلون راح تواصل مع هذا الانجليزي مو عندك او ما راح تتواصل مع هذا الانجليزي مو عندك اتكلم لك عربي ما راح يترجم حق نفسك كويتي ويعطيك اياها راح يكون انجليزي بحت هل بتقعده مع مثلا الفراش اللي عندكم بالمكتب لا لانت نزلت البرستيج اللي انت حاطت حق نفسك اقعد معه بمكتب الى حين اقعد معي فراش انت المفروض كل واحد يعرف كلمات على الاقل بدائية عشان يخلص مع الموكل لان الموكل شافك انت مو فاهم اللي قاع يقول له ليش هي عندك ليش يوقع اذا انت من البداية مو فاهم اشتون بيخلص لي قضية يمكن يضرمني مو فاهم قضيتي اساسا اللي عقبه اكرم القانون الجزائي القانون الجزائي الكريكر مش اغال مش اغال في دقم اوك اوك جنح المرور جنح الشؤون تعثين موكلين جنح مرور ثقال جنح الشؤون هم ثقال قضاياهم بالالاف لان سيدي ثقال مو مية ميتين مخالفات العادية هذه اللي بعد القانون الاحوال الشخصية هم في مسيح في الكويت في كنائس فوق الثلاث كنائس بالكويت ولا واحد يتكلم عربي اشلون بيفهمك انه يبيطلق وهو يبيخلص وهو يبيساوي شون بيفهمك انه يبيتسوية مع مرته ستلمت صح كلمة صح اريد ان اتكلم اريد ان اتكلم مع مرتي اذا باطلق شو يقولك ديفورس هذا الفاميلي له اللي عقباي انديش بمصطلحات اللي بتستعملونها انتو عامتين لما انتشرح حق الموكل او مع الكلاينت او مع الشركة او ايا كان جملة تركبها عشان تشرح للي صار مثلا اليوم الشركة بتسئلك صار بجلسة اليوم اليوم كان لديها جلسة ايجارات بـ 25000 ابي احد يركب لي جملة صارت بالجلسة فيها القاضي من يقدر بدون الالف هالمرة دسمست شنين دسمست ألغى القضية ليش لغاها انقليزي هذا جناي انا ما اقدر ارفع اليوم تجاري او ايجارات او ايا كان اذا ما عندي ادلة كافية ما رح يقبلون اصلا رفع الدعوة الا بعقد ايجارات او استثمار ايا كان اطني جملتك 2R favor لمصلحتنا 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 المحامي غلط تقولون attorney اترني هذا بامريكا اترني غير اللوير اللوير عندنا هنا اللوير اوه محامي عام اترني من اي انا اختص بمادة وما امسك كلها المادة مثلا محامي الدفاع محامي اترني محامي اسرة احوال شخصية محامي عمالي بس يمسك العمالي مو مختصب او لا شي ثاني مكتبا مكون من اختصاص هذا هو الاترني فانحنا ما نستعمل الاترني مع انها هي حلوة اكشخ اللي حطونا بالباي اترني اتلوه بس ما لها اي معنى في الكويت لان انت مو اترني انتو لويرز فوتل لويرز باذن الله حاليا فوتل لويرز مدعي كليمنت لان امرات لانت بتقول كلاينت بس هل هو مدعي او المدعي عليه متدخل احد يدري شنو يعني متدخل في القضية ادري محضرة بالانجليزي اعطين المتدخل بالانجليزي متدخل هو صح الغير اللي هو مدعي ولا مدعي عليه فيه متدخل انضمامي فيه متدخل هجومي بس متدخل اشلون ابي اشرح الكلاينت انه ترى فيه متدخل بقضيتنا احنا رافعين على شركة وتدخل واحد تدخل هجومي اش بقول له نوزي نا مو نوزي نوزي متطفل اتاك غيره السلام الرحمة ازين هذي خلوها بجوجل ترازليت بس الكم فيه اخر المحاضرة متدخل سواء هجومي او انضمامي شلون انترفير يعني تدخل بس مو متدخل انترفيرنس يعني هناك تدخل لكن متدخل ابي متدخل هجومي ما بينضمامي عشان لا اشتتكم شلون 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 مرات اوكي صح يدخل ويقدم نفسه يديد انا الحين منصة انا اعرف ان المحامي على المدعي وانا على المدعي يديش محامي ثالث بيننا قدم نفسه يعرف نفسه ان انا متدخل هجومي عن الشركة الفلانية كلمة متدخل هجومي شلون بتقولها حق الكلاينت انا الحين عندي قضية 250 الف مع كلاينت روسي دخل متدخل هجومي البنك البنك اللي الفلوس فيه تدخل هجوميا شلون بشرح حق الكلاينت الروسي ان هناك متدخل هجوميا في هذه القضية اعلى افنسف انتفيرنس حلو بس هم في كلمة ثانية بعدين اخروها هذه بس خلوها ببالكم الحين تعرفت انه متدخل مو عندكم بالحسبة عندكم مدعي مدعي عليه قضية قاضي الى اخرى مدعي عليه بس مو بكل مرة في مرات مدعي عليه هو متهم في الجناية مثلا او الجنحة ما ينقل عليه مدعي مدعي اعرفت فيفرق القضايا المدنية التي تريدون فيها مدعي 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 اقبل قضية لا تقولون لاسوث هي الصحيفة نفسها صحيفة الدعوة من أن تقول ايو الفايل ايو ست غير ما تقول ايو الفايل ايو كيس وغير ما تقول ايو نفاذ نحن كلنا ندري نماري النيابة ما نقدم القضية هل اقدر اقدم قضية في النيابة ارفع قضية في النيابة جهن اقدر او بالنيابة ما أقدر أرفع قضية بالنيابة أنا اليوم لما أروح النيابة أو حتى التحقيقات ما أقدر أرفع قضية شكوة موسمة قضية فشلو أن أقول لها أنا قدمت لقضية قال لي عبي رغم القضية ما عندي رغم قضية عندي رغم شكوة راح يتغير إلى رغم قضية بعدين لما تعالي المحكمة راح يعطونها رغم ثاني فأول رغم تأخذونه في النيابة أو التحقيقات أو المباحث أو حتى التحقيقات نيابة رهوا رقم القيد مختلف جداً عن رقم المحكمة رح يتغير فلا تثبتون عن الرقم الأولي لما تقيد في المحكمة يعطونها رقم ثاني صحيفة الدعوة إيه اللوسوت I filed the lawsuit today I filed your lawsuit صحيفة الدعوة Case بعدين We won the case ما تقدر تقول I won the lawsuit The case يعني مضمونة خالصة مو صحيفة الدعوة صارت حكم قضية خالصة حين دخلنا فيها استئناف وتميز لوسوت توها فيها أوراق وقدم مستهندات وطلب أجل ويقدم الخصم إلى آخره الشكوى اللي هي قلناه رح يقدمها في النيابة أو التحقيقات وانتو هم رح تقدمون تقدمون شكاوي الشكاوي مكتوبة خطية إلى آخره يمكن أنتم بشخصكم هتقدمون شكاوي لكن رح تعرفون أنه فيه رغم شكوى أهم شيء سواء مخفر نيابة تحقيقات رغم الشكوى عشان تعرف تتبعها اليوم أنا حضر تحقيق باتر أراجع يقول لي شو رغم الشكوى عشان أطلع لك الأسامي تقول لي والله ما أدري بس أمس الساعة سبع ما رح يدري زامين غير زام صبح زام ليل باتر واحد يغيب منه مش حرفه بغضيتك أهم شيء تأخذون رغم الشكوى المصطلحات اللي انتو رح تستعملونها مع موكلينكم محكمة أول درجة بتقولها كورت فرست انستنس أكو أحد كان عنده كلمة ثانية غير كورت فرست انستنس مو محكمة الكلية هذه استنافر غير هاي قاعد عنده أي كلمة ثانية بديلة حق المحكمة الكلية نحيط خلص ننتقل لحق كورت فرست لا قل لنا لا مو أنا قل لكم ليش صعبها إذا هم إنستنس خفايف واحدة واحدة الادفانست بعدين نقول لكم الادفانست انت تبعي وقل لك ياه بعدين واتساب راح تعرفون بس انتو ثبتوا على البيسيكس عشان لاتتل أخبطون لان مثل ما هو قسالته شنو أول درجة قالي كورت فرست انستنس لانا عنده باله أكثر من كلمتين حق محكمة فليش ألا أخبطكم خلوها في كورت فرست انستنس اللي الرسمية هذه معلقة فوق بوابة المحكمة بوابة القاعة نفسها في كورت فرست انستنس عقوبها كورت فرست انستنس محكمة الاستيناف الصالع القضية وصلت محكمة الاستيناف راح نستنف وهم ابيل مو كورت ابيل كلمة ابيل تقدر تستعملها في التمييز راح تقول اي ابيلت الاستيناف في احد عند اي كلمة ثانية حق محكمة التمييز في الكويت بالانجليزي بحرف سي سي سبريم كورت لا كونستوشنال كورت اللي هي قصدك المحكمة الدستورية لا مش مو كونستوشنال اضح القصر بسرعة مو كونستوشنال محكمة الدستورية اللي هو سبريم كونستوشنال كورت اللي هي قيد المحامي لما يوصل بعد سبع سنين اللي هو قيدة كلية لا قيدة التمييز دستورية تمييز تمييز ومحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مو بقعة المحاكم محكمة ثانية خاصة تحتاج خمسة الاف دينار عشان ترفع فيها شاكوة لإثبات جديتك فيها لأنه إذا كل واحد مو عاجب القانون يروح يرفع شاكوة بعدين رح تكدس خصوصا الحين القرارات اللي قادة تطلع كل واحد يروح يرفع شاكو على أي قرار يطلع قرار يفتح الحين محلات بس أسكر نوادي بس الصيفية واحد تسعة ما لا داعي مو كونستوشن 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 هذه كلمة ثانية لا لا تدخل رح تواهيكم رح تواهيكم ايه سر أجل الإعلان اليوم أول جلسة مرات ما ينعلنون ما يعلنون صحيفة الدعوة أنا اليوم عشان أرفع الدعوة عشان أعلن الخصم أن يحضروا جدامي أعلنه معروف هذه أعطوكم إياها زين بالإنجليزي هل أقول لأن هذه ترجمة إعلان لأن هذه ترجمة إعلان لأن هذه ترجمة على حسب النطر لأنني لا أقعد أخطر أنا أقعد أعلنه نوتفاي يعني اختار أو تنبيه أنا ما قاعد أنابها ولا شيء أنا قاعد أعلنه أنا أعلنه أعلنه إعلان إعلان أنا أعلنه عشان إيه واجهني بالغضية نوتفاي تستعملها لأن أنت عندك تغرير خبير تخطر فيه لأنني أقعد أخطر فيه الخبرة الخبرة ما اسمهم؟ خبرة أقعدني لأنه مغاضي أنت قلت لوير الجملة حلوة بس أنت قلت لوير يعني أن نقول يعني هو ما حكم كم بس هم غلط لأنه ما حكم جدام الغاضي وهو ترافع جدام الغاضي مما خلى الغاضي يحكم له أنزين شنو يعني يحكم له أبي تعطيه نفس الجملة بس أن الغاضي حكم حق لوير حمود أدلوهم كسبني وبعد ذلك مع أن أنا قائل لكم مع الفردكت شنو قلت لكم الفردكت لا لأ 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 لأننا لأ حلو 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 العقبة عقود الكونتراكت الكونتراكت اللي لازم تفهمونه أنه لما نتيكم شركة أو مكتب محامة أو أي أن كان ما يعطيكم كونتراكت ما يعطيكم عقد أول شيء يعطيكم مياه أوفر عرض العرض يقابل بشنو عشان يصير عقد موافقة قبول عشان يصير عقد أما من هنا نعطيك ورقة فيها أسعار وخدمات وحطها جدامك هذه مو عقد هذا أوفر ولا أنا أي واحد يعطينا أي ورقة هذا عقد لي اليوم يا أن أوفر من الشركة الفلانية اليوم قدمت أوفر للشركة الفلانية الرجاء مراجعة عرضنا لأن لا ما تعاقدت مع الشركة وترى يمكن يضغطون عليكم بالإيميلات أنا كمكتب محامي ما يديش عندي مساعد محامي أبي أول يتحمل ما أقدر أعطي حق سكرتيرا السكرتيرا مو قانونية ما رح تعرف ترد بالمصطحات القانونية ولا رح تعرف العقد هذا شنو فيه وشنو الخطر فيه وشنو يشمل من أحكام وقوانين وإلى آخر بنود أنتو اللي رح تعرفون أنتو القانونيين أنتو اللي رح تفهمون العرض هذا وتون تفهمون لي أن ترى هذا العرض ممتاز ولكن أنا أشوف أنه سنتين لا لاحي مصر عقد العرض أقدر أقابله بشنو كونتر أوفر حلو قبول هذا يصير عقد أما أقابله كونتر أوفر اللي هو عرض مقابل حلو وبعدين شنو لازم أسوي بالإنجليزي عشان أخليه عقد الحين أنا يعني كونتر أوفر أبي أقبله أبي أخليه عقد شنو لازم يطلع مني أقريم أنتو وافق عليه لكن أحكام قبول اللي هو أعتقد لستايد العقبوي عرض أوفر قبول لازم أنا أقبل عشان أكون العقد وترى صدقوني رح تحتاجون وائد بالشركات يمكن مو مكاتب المحامة الفردية اللي فيها أفراد ولكن إذا دشيتوا مجال الشركات المحامة والشركات المهنية رح تحتاجون تقرون العقود وإلى تراجعونهم عشان أنتو تخبرون نفسكم أكثر من خبرون المحامة إيميل بريد الكتروني البريد الكتروني لما أدز أنا أفضل أن مساعد محامة يدز مو السكرتيرا مساعد محامة يدري لما يدز إيميل كونتر أو أفر أو أكسبتنس يدز حق منه أنا اللي حيني أنا مكتب محامة أبي أقبل أفر شركة المحامة حمود شب أسوي أو عنده شركة محترمة الريجينل اللي هي بالخليج مو إنترناشنل ما أقول عالمية الريجينل منه لازم أخاطب أدز في الأوفر الإكسبتنس هذا منه أخاطب لا شركة أنا بإيميل بدز طريقة المراسلة إيميل ما رح تكون تايفون رح تكون إيميل ولكن منه لازم أنا أخاطب بشركة المحامة بالضبط إدارة القانونية ومنه بعد الريجينل الريجينل وإيميل HR في عروض التوظيف ما أحتاج HR هي من الريسورس اللي هم موارد بشرية لكن أنا الآن عرض عليه عقد بفلوس مشيكون موارد بشرية مدير عام مدير عام صح ولكن ما رح تزل الإيميل هل بدز إيميل منفصل حق المدير العام وإيميل منفصل حق القانونية وإيميل منفصل حق مديرة الموارد البشرية لنفترض ولا شلون دزليميل غالط سي سي شن يعني سي سي انتوا تكتبون هوايد سي سي فلان شن يعني سي سي إلا الأساسي إلا أساسي بعدين تسوي سي سي لا شلون يعني واحد عام واحد خاص مو سناب نبين عارف الحين أنا بدز أنا مكتب أنا قعمل في المكتب بأدز عرض أدز كل الإيميلات لا أدز إيميل رئيسي اللي هو سي أو أو سي أو وأدز سي سي نسخة كربونية ما يقدر يتحكم فيها القانونية أنا أقدر أدز أصلي إلى مدير الشركة ولكن أدز نسخة كربونية حق الباجي إذا أنا كمكتب محاما قعمل على شركة وشركة المحامي وشركة بنك أحطها بي سي سي بي سي سي شنو فرقه عن السي سي البي سي سي شنو لا كلهم تقدمت عنه الريبلاي وتردين ما أحد يعرف بي سي سي شنو يعني بي سي سي يعني بلوكت سي سي يعني أنا قاعد أدز نفس الإيميل حق ثلاث أربع خمس شركات بس ما حد يقع يشوف منهم داندازلة أما بالسي سي انت تقدر تشوف منه مشمول بالإيميل هذا لازم أراجع أنا حين كشركة بأشوف من دازلة دازل حق القانونية والمالية أوكي أما أنا الحين بدز عرض أبي عرض على أربع شركات أبي نفس العرض مو حاط تايتل مو موجهة حق أحد معين أحط بي سي سي بي سي سي ما حد يقدر شوف أنا دازل حق منه بس يقدرون شوفوا المصدر ليه أنا تحكيم بما أني محكم لازم أدخل تحكيم معنا ما لها شغل نهائي ما تدش بالموضوع ولكن هي التحكيم حلو يعني أنتوا بتحضرون جدامي بيوم من الأيام لا أصيدكم رح أكلمكم انجليزي جدام موكل انجليزي كيفك ما تفهم براح أعجزها حيث مو تمييز لا 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 تحكيم أنا اليوم ليش خلى خلى يمكن يمكن يوصل المكان خلنشو صحيح مواخر درجة هذي معك يلا حلو حلو أنا محكم معتمد وعندي مكتبين مو مكتب واحد أسست مكتب والحين مأسست الثاني ومحكم معتمد في جمعية المحامين أنا موخلين بيسر أسست مكتب المحام اللي يدافع عنكم هو بدافع عنكم كلكم بس أمون عليه فدفاعه ما رح يكون ويد قوي معنا من أكثر المحامين لأننا نعرف بعض نمونها بعض ما رح يحكم اللي بيصير التحكيم بتيكم شركة ما بي ألجأ للغضاء ما أبي أنا شركة خاصة عندي كشوفات مالية ما بي أي أحد يطلع عليها غصبا علي رح ألجأ للتحكيم أو في عندي خلاف مع إحدى الشركات الكبيرة في الكويت ولا أبي للأخبار أو أي أحد يدري عنها هم رح ألجأ للتحكيم يمكن مو شرط التحكيم جميع المحامين في تحكيم موزارة التجارة في 100 ألف مركز تحكيم بالكويت بما فيهم سرية واحد السرعة والتنفيذ اليوم تفضل مو شرط هذا أنت موقع على عقد الحمو والتفق بس العقد يجبرك على التحكيم شون 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 وشون وشون المحكمين بالجدول وفي طريقة ثانية التحكيم الاتفافي أيو السرعة إذا كان ميمنع أنت نقول خلاص بنعين نحن 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 بس اليوم يعني مثلا أنا عندي عقد بيني وبينك يجبرني ان اروح تحكيم اروح شا سوي ارفع اول درجة شبي سوي قاضي اول درجة بيقول لي مو مختصة انا رفض روح تحكيم انت موافق على تحكيم ليش هيني فغصبا عليك حتى لو عقب ما رضيت بالتحكيم لازم تروح تحكيم تاخذ حكم التحكيم اعجبك ما تقبك تستأنف على طول ما تدخل اول درجة تستأنف لانا حيز التنفيذ ما لون ما لون اثنين قمت 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 نفس الوقت حيث ثالث واحد ما سوال لا لا التحكيم هو حكم قضائي لكن انا فرضا ما اعجبني الحكم ما اودي محكمة اول درجة لانه محكم باسم السيد صاحب السمو صادر باسم سيد صاحب السمو انا كما حكم اصدر احكم حالي حالي الغاضي بس ابيدة حكم تقدرين تنفذين عليه وتقدرين استأنفينه على طول استأنف ما ترفعينه اول درجة مو اختصاص اول درجة كيف يساب بالبطلاء بطلاء اجلاءات بس نبوق بغيتها تكون صح مرة من مرة بس بس مو الف صح ساتل منت اللي هي قلنا عنها التسوية تيبتها بغير محلها بس فيه تسويات بالأسرة اللي هي استشارات أسرية روحون يساون هناك ويساونهم مخالصة او تسوية او ايايين كان بس الساتل منت هم في اذا ما بيالجأ للتحكيم ما بي اي احد يدري عن اي شي عن شركتي ودي نجتمع مو شرط محكم يكون بيننا عادي محامي محامي عام مو شرط مقايدة تحكيم يعني انا محكم اذا كان فيه خلاف وتبني احلة بمنطوق قانوني برضى الطرفين لكن انا ما ابي احد يدري عن الموضوع ولا راضي بحكم قانوني اروح اساوي اروح ادارة القانونية من هالشركة وادارة القانونية من هالشركة يقومون على طاولة واحدة ويساون المسائل انت كم الدين لي انا دين لك كذا اخصمهم الى اخره احنا متساوي بالاتفاق هذا احنا متساوي اللي بعده جمعية المحامين بالانجليز ما اسمها كويت سوسايتي غلط اقرب شيء جوجل او انستغرام ما فيها بالضبط اي اكتب جدامك غلط قرأتها من الكلانك صح غلط نحن رطاني انا هم قال اي غششك بساني غلط السوسايتي غلط كميونيتي كميونيتي شوي صح بس غلط احنا كميونيتي واحد بس غلط مو كميونيتي اي احد عنده الكلمة الصح وليش بار اسوسييشن غلط انا اقول لكم اياها ايهي انستغرام غلط انا قايل لهم انه غلط اول ما قيد ريحت حق بمرزوق شريان الشريان رئيس جمعية المحامين ومنا الى لا لا وقلت لانه غلط قلت لها الكلمة هذي غلط لان احنا ما عندنا نقابة احنا جمعية احنا غ thirteen احنا غلط هل انا اليوم كمحامي اقدر أو أنا صاحب مكتب أي واحد تحتي يروح يرفع علي شكوه كصاحب عمل وعمال كلنا مهنة وكلنا محامين حرين وآخر سلايت طبعا شنو البار أسوشيين غلط قلع قل لكم البار نقابة كويتي لوير أسوشيشن جمعية لوير أسوشيشن إيه أصلا أتقد يوزرنيم الإستغرام كويت لوير أسوشيشن بار أسوشيشن نقابة إحنا مون نقابة شلون ألف دينار راحت شنسوي أي واحد عنده أي سؤال أيزة تكنم الفلايك فضله أي سؤال ترجمة بس إذا عندك استشارة وبطلق بس موراضية قل لي يونيفورستي في هاقفتشة نوف لندن بس ما أطلع لأكسن توائد عشان تقولوا هالي تهلزة يوم كنت أدرس برا ما أحب غيره هاقفتشة هاردفورد شاير إذا أنت كويتي هاقفتشة إذا أنت دارس هناك إذا تمون على العميد عشان ما تقدر تقول له هاردفورد شاير راح يطردك راح يقول أنت مو كفو التخرد سأللي فيه الجمعية توفرة فيه ثلاث كتب مو كتب كشاكيلة توقع كبيرة مصطلحات إنقليزية عربية مصطلحات إنقليزية فرنسية وعربي فرنسي أتوقع إذا مو متوفرين راح يوفرونهم أنا واحد من الناس أتعلم في بر رأي أعطي واحد منكم هدية وتدري شلون أنت تحدد العمانة لأن جاوب أكثر واحد لأن جاوب أكثر واحد شارك لا وين كشاكيل مجلد كيف بيفول ممري أي سألة ثانية بخصوص تكوين جمل بجاوب أسرها يلا أي سألة ثانية بخصوص اللي راح تعاملون تعاملون ماء في المكاتب أي واحد ما يعرف شلون راح يكون تعامل مع المحامي أو مع عرض مقدم أو أي أن كان أنت شاركت واحد خلاص إلا وارجع لك أجلوني عندما أنا واحد بجرمكات ما عنده اللغة واللغة أي لا إذا أنت ما تعرف إنقليز ليش أنا سكيك عقد لا بشكل عقد لا تدري شلي يصير الحين أنا عندي متدرب أنا الحين كمكتب محاما عندي متدرب نعم قاعد يدفع من جيبة عشان يدش دورات عشان يتأحل إنه أدخلها بالعقود لأنه من دش عالم العقود راح يدش مخها تجاري راح يطلع من سؤال في الأفراد بس تم شهاز شو زوالك شلون لا لا مو شرط الشركة أساسا ما لها شغل بشهايدك ما راح تسأل عندك تبلوم أو بكاريوس أو ماسر زودكتورة أنت توريهم طريقة ما طبعا أنا ما يعرف الأستاذ كدكتور حمود أنا حين بيانت حق الشركة أوه شنو منصبها أوين واصل أنما أنت تقعد معاي في اجتماع مع شركة وتكلمهم إنجليزي أو ما يعرفوا مستواك في واحدة من الاجتماعات كنت قاعد مع شركة قطرية يتوكيلتنا حين في الكويت مدير القانونية إنجليزي فسألني إذا كان فيه إمكانية شركتنا ودها تسوي أماني أماني شنو يعني أوه قطها على أساس أني أنا ما راح أفهمها يمكن غلبكم وكلكم ما فهمتوا أبي أحد يجاوبني شنو يعني أم أن إي أم أند إي بالشركة هي شركة يا أية وتابيني أخلص لها معاملة أم أند إي شنو يعني لو قطتها عند جدام أي واحد منكم ترتبكون ما راح تعرفون ش تقولون شنو يعني أماني إسعافات تقول أنت بأس بشي بشارك أي شي أم أند إي شنو جوجل طول المدة جوجل عادي أم أند إي راح تيس المجلدات الحمد لله أنا قلت واحد لأن هذا آخر آخر واحد نصيبة أرزاق أم أن إي معناتها ميرجرز لما أنا شركة أملك شركة ثانية أشتري شركة ثانية أو أنضم إلى شركة ثانية لو أنها قايلها لي وأنا تردد أو سكت وهو يعرف أنا مستواي مو إلى هالدرجة راح يدري أنه لازم يكلمني بيسيك ترمز مصطلحات بداية عشان أنا أفهم مخي الصغير يفهم ولكن عندما يقط أماني وأنا أقول لي مو مشكلة عرض لي اسم الشركة اللي أنت تبي يمرج وث والحي فيهم مستواي فأنا ما أقدر أخاطر أدخل واحد متدرب مع أي اجتماع قد يسئلون سؤال وما يعرف يجاوب أو يتوهق أو يتهرب أو يطالعني يلجأ لي دائما أدخل هذا هو متمكن إذا أنا أكيد أوه خلص خلص دورة الإنجليزي ومشتاز ما أبي اختبار أبي أنا أختبرك تجاوبني أنا صح أكافئك بني أدخلك العالم هذا التجاري ترجمة نانسي قنقر